تحسبهم جميعا وقلوبهم شتاء الفرقة الرابعة التابعة لإيران والفيلق الخامس التابع لروسيا يشتبكان مع بعضهما مجددا في سهل الغاب غرب حما وذلك قبل أن يجف حبر اتفاق وقف الاقتتال بين الطرفين مؤخرا الفرقة الرابعة التي سلمت مواقعها للفيلق بموجب ذلك الاتفاق قلبت كفة الميدان وسيطرت على قرية الصيف فيما تتجه عينها إلى قرى رملة وقبر فضة والكريم في ذات المنطقة التي أكد مراسل أوريانت أنها شهدت قصفا بين طرفين بمختلف الأسلحة الثقيلة ولا سيما في بلدة شطحة والحرة وسط أنباء عن وقوع قتلى وجرح بين الطرفين بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الروسي في سماء المنطقة تشير مصادر ميدانية إلى أن الاشتباكات بين ميليشيا أسد أو كما تحلو تسمية له القوات الصديقة والرديفة والحليفة تظهر عمق الخلاف الروسي الإيراني في سوريا بعد أن ظن الطرفان كل الظن أن المعركة هناك وصلت لخواتيمها وعليه ترغب موسكو عبر الفيلق الخامس بالسيطرة على الخط الوسطاني الممتد من السقيلبية حتى جورين لتنفيذ بنود اتفاق سوتي الموقع بين روسيا وتركيا وهو ما يصطدم برغبة إيران الهادفة لعرقلة أي تفاهم لا تكون طرفا فيه ووسط تكتم الطرفين عن حجم خسائرهما البشرية والمادية من بداية الاشتباكات في التاسع عشر من الشهر الحالي فإن مجلة ديرش بيغل الألمانية ذكرت أن عشرات القتلى وجرحى سقطوا من الطرفين ولأن الشيء بالشيء يذكر فقد شهد سهل الغاب في أيلول من العام الماضي اشتباكات بين القوات الروسية وميليشية التفاق ورقائي بعد طالب روسيا تلك القوات تسليم سلاحها ومواقعها للشرطة الروسية